موسيقى شهدت الجزائر احتجاجات حاشدة في الجمعة الأخيرة قبل نهاية فترة الرئاسة الموقعة في التاسع من الشهر الجاري وفي ظل استحالة تنظيم الانتخابات سيبقى الرئيس الانتقالي عبدالقادر بن صالح في منصبه وكان الرئيس الجزائري الانتقالي بن صالح قد دعا في خطاب له إلى حوار تقوده شخصيات وطنية مستقلة ولا تشارك فيه الدولة أو الجيش وذلك بهدف واحد وهو تنظيم انتخابات رئاسية في أقرب وقت ممكن ومن المقرر أن تجتمع أحزاب المعارضة السبت للرد على مبادرة الرئيس الموقف ينضم إلينا من العاصمة الجزائر القيادي في حزب جيل جديد أمين عريب كما ينضم إلينا أيضا القيادي في جمعة المستقبل الحاج بالغوثي أبدأ معك أستاذ أمين يعني اليوم كل هذه الأمال منعقدة على هذه المبادرة اجتماع السبت للأحزاب المعارضة هل سيحسم اليوم القرار النهائي أم أننا سنعود إلى هذا النقاش المفتوح تحية لك سيدي ومشاهدين الكرام قناتكم محترمة في الحقيقة واجتماع يوم السبت سيكون بين أحزاب المعارضة التي ستتفق على ورقة طريق التي ستذهب بها للمفاوضات مع السلطة والرجالات التي ستختارهم السلطة حتى تتفاوض مع الطبقة السياسية هذا ما فيه يوم السبت هنا كنا قلنا في جيل جديد ودعونا كل فعيل سياسي مهما يكون إيديولوجياتهم وتوجههم سياسي أن علينا كجزائريين ندعي أننا في المعارضة وكنا من الحراك منذ اليوم الأول علينا أن نتفق حول خارط الطريق فيما بيننا أولا حتى نذهب برسالة واضحة وبخارط الطريق واضحة التي نعتبر أنها ستساعد على رحيل النظام وليس على بقائه وهذا هو الهدف المنشود من ندوة يوم السبت ولكن كان لك موقف واضح وثابت كحزب الجيل الجديد هناك رفض لتفاصيل جاءت اليوم في هذه المبادرة النقطة الخلافية الأبرز هي ضمان المرحلة الانتقالية أم ربما التوقيت أو تحديد مواقيت الاستحقاقات الدستورية وفي مقدمها الانتخابات بالطبع في البداية كان عندنا التحفظ عندما يتكلمون على أنه كانت أولا تحفظ على انتخابات أربع جويل الذي كان من المفروض كانت محاولة من السلطة أنها تعود تثبت رئيس جمهورية آخر باستعمال الأدوات القديمة حتى يسمح للنظام بالتجدد مجددا وهذا ما كنا نرفضه بتاتا وأيضا كنا نرفض أن تكون هناك مراحل انتقالية مفتوحة هنا نعرف المخاطر التي تكون في المراحل الانتقالية المفتوحة التي لا تكون محددة برزنامة واضحة ولهذا خرجنا يوم ستة جوان بمبادرة التي تنص على ما تشبه ما تكلم عليه الرئيس المؤقت بن صالح حيث قلنا نحن في ستة جوان على مستوى نفج الجديد أنها يمكن للسلطة أن تعين أفراد وهؤلاء الأفراد يمكن معهم أن نتناقش ونتفاوض حول كيفية تنظيم هذه الانتخابات متى تكون هذه الانتخابات الهيئة المستقلة التي يجب أن تكون هناك وقدمنا شروط قبل الذهاب إلى هذا الحوار وهو أولا إطلاق صراح المعتقلين السياسيين لأن من غير الممكن أن نذهب إلى مفاوضات والجو مشحون وفيه جزائريين يعني خرجوا ضد النظام واليوم هم في السجون شباب وشبات جزائريين خلهم في السجون إلا بتهمة أنهم خرجوا ضد النظام وتظهروا ضد النظام غيرهم من الملايين من الجزائريين أما الشرط الثاني وكان واضح وهو ذهاب حكومة بدوي لأن تعرف أن حكومة بدوي وخاصة بدوي رأى الوزير الأول هو كان مسؤول على التزوير في زمن بوتفليقة وهو كان المزور الأول في الجزائر للانتخابات وهو كان آلة التزوير أو كان يرأس آلة التزوير التي كانت تسمح لبوتفليقة وأجهزته من أجهزة سياسية كحزب جبهة التحرير أو التجمع الوطني الديمقراطي كل هؤلاء نحن يجب عليهم أن يرحلوا وهذهما الشرطين الأساسيين حتى نذهب لمفاوضات تكون حقيقة تبحث عن مخرج وهو المخرج بذهاب النظام سيد الحاج ما تحضل به السيد أمين اليوم كيف سيتلقف اليوم أنتم كجبهة المستقبل كيف ستنظرون إلى اجتماع السبت المقبل لأحزاب المعارضة وهل اليوم المرحلة الانتقالية يعني غير المحددة بمدة زمنية فشل إجراء انتخابات الرئيس الموقت في منصبه هو دعا إلى حوار مع كل الأطياف ولكن ما تفضل بها أيضا السيد أمين هي مطالب متكررة للأسبوع العشرين على التوالي نعم سيدي شكرا على الاستضافة بالنسبة لنا نحن في جبهة المستقبل نعتقد أنه آن الأوان ولا يجب أن نضيع الوقت فيما تعلق بالحوار بين كل الجزائريين وتعتبر أي مبادرة من أجل الخروج من هذا الوضع هي مبادرة مستحسنة ولكن ما راق لنا فعلا واعتبرناه كخطوة أو كخطوة بداية هو تكوين هيئة أو تكوين لجنة تدير الحوار مهمتها الأساسية هذه اللجنة أنها توفر الظروف وتعطي ما هي التوجهات التي ينبغي على أساسها إجراء انتخابات رئاسية قبل بداية السنة في أقرب الأجال لأننا نحن في جبهة المستقبل سيدي كنا السباقين أستاذ أمين هذا ما جاء في خطاب الرئيس لانتخال عبد القادر بن صالح تنظيم انتخابات رئاسية في أقرب وقت ممكن ولكن لم تحدث بهذه المدة نعم هذا ما جاء في خطاب الرئيس ما تتحدث عنه بشأن تنظيم انتخابات رئاسية يأتي في سياق ما أعلن هو الرئيس المؤقت نعم سيدي نحن بالنسبة لنا كنا عبر كامل مراحل هذه الوقاعة كنا تمسكنا بوجوب البقاء في إطار الدستور نحن لسنا ظلاميين نحن بالنسبة لنا التزمنا أو طالبنا بالالتزام بالدستور وأن رئيس الدولة هو حقيقة دستورية ونحن في كل المراحل طالبنا بوجوب الذهاب إلى الحوار واليوم هناك إطار لهيئة تتكون من شخصيات لها باع تاريخي لها باع سياسي لها باع مهني ليس لها أي طموح في الترشح أنا أعتقد أن مخزون الجزائريات والجزائريين كبير جدا ويمكن إيجاد هيئة تخرج وتحلحل الوضع في الجزائر للذهاب وضمان إجراء انتخابات رئاسية نزهة ما يهم الجزائريين اليوم ما يهم الجزائريين اليوم هو أن صوتهم يكون له معنى نحن في اعتقادنا اليوم أن الضامن الوحيد للذهاب إلى انتخابات رئاسية هو الشعب الجزائري ذاته أنا أعتقد أن الشعب الجزائري اليوم بهباته الشعبية منذ البداية إلى اليوم ليؤكد شيئا واحد وهو عودة الشعب وتمسكه بالسلطة وهذا هو الضامن الذي يجب أن نعتمد عليه ويجب أن ننتبه له وأن لا نحل محل الشعب لأن الشعب اليوم في هبته فقط الحل الوحيد هو انتخابات رئاسية نزهة يمكن من خلالها الوصول إلى إرادته الحقيقية أستاذ أمين ما تفضل بها السيد حاج وموقف لجبهة المستقبل الدعوة اليوم لذهاب إلى طاولة الحوار والمشاركة في المرحلة الانتقالية هل ستصغون ما بعد اجتماع السبت والمقررات إلى هذا الخطاب المقابل سيدي الكريم بالنسبة لنا اجتماعي طب مبدئيا ما عندنا خيارين أمامنا كجزائريين من الأول عندنا يأما نروح إلى صدام وهذا ما يرفضه كل الجزائريين وليس من مصلحة الجزائر والجزائريين يأما نروح المفاوضات ويبدأ العملية السياسية الحقيقية أعتقد أن هذا هو التوجه الذي كنا ننادي به منذ البداية وهي أن نساعد نتفاوض حتى نساعد النظام على الرحيل ولا يمكن أن نتفاوض حتى نضمن للنظام أن يتجدد هذا الأمر مرفوض ومرفوض تماما لا يمكن أبدا على مستوانا في جيل جديد أن نتفاوض حتى يبقى النظام في مكانه ونجدده مرة أخرى نحن مستعدين للتفاوض وهو السبيل الوحيد للخروج من أي مأزق سياسي يقع فيه أي بلد في العالم وهذا ما هو التوجه الطبيعي نعم نريد مشاورات نريد مفاوضات مع السلطة أو من يمثل السلطة ولكن بشروط وأليات تكون واضحة لا يمكن أن نذهب إلى نقاشات بيزنطية أو نقاشات شكلية أو حوار شكلي حتى نعطي انطباع أنه فيه هناك حوار سياسي في الجزائر وأنه يمكن أن نخرج من الأزمة نعم للحوار فهو الطريق الوحيد أمامنا ولكن يجب أن يكون هذا الحوار بشروط قتلك من قبل أنه يوجد شرطين أساسيين وهو تحرير المعتقلين السياسيين وثانيا ذهاب حكومة بدوي من بعدها يمكن أن نذهب بشروط ونحن قدمنا ورقة طريق التي نراها المناسبة والأنسب للوضعية التي تعرفها الجزائر منذ ستة جوان وأعتقد أنها ستكون هي الخريطة الطريق التي يمكن تطبيقها وهي الخريطة الطريق منطقية لأنها تراعي كل ما يحدث في الجزائر نعرف قوة السلطة الآن نعرف قوة الشعب أيضا نحن أمام فرصة تاريخية لمساعدة النظام على الرحيل بأقل أضرار للجزائر وهذا هو الهدف المنشود من دهاب إلى الحوار أما يتكلموا على حوار وين نساعد فيه النظام على التجديد فأكيد على مستوانا في جيل جديد سنرفضه قلنا مبدئيا ومنذ مدة ومنذ بداية الحراك يجب أن نتشاور بيننا كجزائريين مهما كانت الأزمة لأن هذا هو السبيل الوحيد ولكن أن نتشاور حتى يذهب النظام وليس العكس ولكن أيضا أكبر اجتماع منذ انطلاق هذه التظاهرات اليوم عشية الاجتماع الذي ينعقد غدا أستاذ الحاج قدمتم وتحدثتم عن أهمية المرحلة الانتقالية والسرعة في الذهاب إلى انتخابات ولكن لا ضمنات حتى الآن مما تم تقديمه من تنازلات حتى اليوم قد يغيب أي مرشح توافقي وقد نعود إلى المربع الأول من الخلافات التي حصلت قبل ثلاثة أشهر سيدي بالنسبة لنا الإطار الذي وضع من خلال خطاب رئيس الدولة المتعلق بالهيئة وما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في أعضاء الهيئة المديرة للحوار أنا أعتقد أن هذا لو نعرف كيف نستثمره ولو نعرف كيف نتفهمه أكيد سيجد الحلول ما لما تحدثني سيدي عن اجتماع ليوم الغد نحن في جبهة المستقبل لسنا أطرافا فيه ولا يمكن أن نناقشه نحن نعتبره مبادرة مثل باقي المبادرات أما بالنسبة لنا نحن اليوم فكيف يدار الحوار وكيف تتوفر الضمانات وكيف نوفر ما يرجع الثقة للجزائريات والجزائريين من أجل الذهاب وفق أرضية واضحة إلى انتخابات رئاسية في أقرب الأجال نحن لما نتحدث سيدي عن التفاوض يعني سيدي بالنسبة لنا لا نذكر هذا الكلام فيما بيننا نحن الجزائريين يجب أن نتناقش فيما بيننا لإيجاد أرضية تؤهلنا لبلوغ انتخابات رئاسية حقيقية لما نتحدث عن الحوار الحوار الجاد تضمنه شخصيات من مخزون الجزائريات والجزائريين لهم باع كما قلت سابقا في التاريخ في العلم في السياسة وشخصيات معروفة بنزاهتها هؤلاء يتحملون مسؤوليتهم أمام الله وأمام الوطن وأمام الشعب الجزائري ومن ثم أنا متأكد أن الشعب الجزائري ما يريده هو الخروج من الأزمة الحالية وفق انتخابات رئاسية تعبر عن إرادته تعبيرا حقيقيا صادقا فقط سيدي يجب أن نبتعد عن المزايدات يجب أن نبتعد عن الحيل يجب أن نبتعد عن الظلامية ويجب أن نثق في بعضنا البعض كما كنا عبر مسارنا التاريخي الطويل الجزائريين والجزائريات معروفين بثقتهم معروفين بيصدقون بعضهم عدنا اليوم وكأننا لا نصدق بعضنا البعض ومن هذا ينبغي الرجوع إلى أصولنا وينبغي الرجوع إلى توافقاتنا ونذهب إلى انتخابات رئاسية يضامن فيها والضامن الأكبر فيها هو الشعب الجزائري أستاذ أمين اليوم هذه الدعوة من قبل الرئيس بن صالح المرحلة الانتقالية قد يأتي الرد غدا السبت كما جاء قبل شهر برفض هذا الحوار وبالحديث عن إجهاض كل ما حققه الجزائريون في هذه التظاهرات طوال الخمسة أشهر الماضية ذكرى أكثر من نصف قرن على استقلال الجزائر أيضا يأتي ضمط ظاهرات هذا اليوم غدا هذا الاجتماع قد يعيد أيضا مقارات الشهر الماضي المراوحة قد تجهد في المستقبل أي مبادرات أو أي طروحات من قبل الرئيس الانتقالي وما أسميتموه بأنهم رموز النظام السابق شوف في الجزائر الأزمة قبل كل شيء هي أزمة ثقة اليوم تعرف أنت النظام السياسي الجزائري يعرف معروف بمراوغاته خلى أن تكون فيه انعدام ثقة كبير بينه بين شعب الجزائري وبينه بين بعض الطبقة السياسية المعارضة الحقيقية وحتى الطبقة السياسية الأخرى كان بينها شك ومكشف انعدام ثقة بينها وبين شعب هذه الأزمة الحقيقية اليوم لنعرفها في الجزائر ما أعرفه أنا على الاجتماع الغد لا أعتقد أن الحوار مرفوض ستكون هناك خارطة طريق ما يكون غدا هو اجتماع بين أحزاب كي منها من مدعوين كما نحن على مستوى جيل جديد نحن مدعوين لهذا الاجتماع أننا سنتحدث على خارطة طريق كيف نذهب بها للتفاوض مبدئيا هذا هو السبب الاجتماع وليس سبب آخر لا يمكن أن نتقدم غدا في ندوة ويتشمع فيها عديد من الأحزاب والشخصيات الوطنية والمجتمع المدني حتى نقول أننا لا يمكن أن نتحاور فيما بيننا كجزائريين أعتقد أن الأمر غير منطقي تماما اليوم الجزائريين غدا سنمشي أننا نتكلم ونناقش ورقة طريق نحاول أن نوحد الرؤى بين مختلف الأطراف السياسية التي تنتمي إلى المعارضة حتى يمكن بعدها الذهاب إلى المشاورات أو المفاوضات التي يقترحها بن صالح وهذا هو المغزى الأساسي من الندوة التي ستنظم غدا إذن يمكن من الآن أن أصرح لك أن لن يكون هناك رفض للحوار ولكن ستكون هناك شروط للحوار من بين هذه الشروط تكرت لك شرطين أساسيين من بعدها كل أمور يمكن مناقشتها بشرط أننا نكون هناك نذهب إلى مفاوضات حتى نساعد النظام على الرحيل وليس على بقائه أو سمح له بالتجدد كيف ذلك؟ عن طريق أعتقد أننا كان فيه شبه إجماع بين الطبقة السياسية شبه إجماع وليس كلي ولكن شبه إجماع على أننا يجب أن نتوجه نحو انتخابات رئاسية لأنه المصار الأقل ضررا والأقل أقل خطرا على الجزائر لذا سنتوجه كيف تنظم هذه الانتخابات ما هي الهيئة وكيف تكون هذه التي تنظمها وتشرف على الانتخابات حتى تضمن نزاهة تامة للانتخابات ما يسمح للشعب الجزائري باختيار رئيس حقيقي ويكون شرعي الذي بدوره كما دعونا نحن في جل جديد منذ 2007 بدوره يمكنه البدء في مصار تأسيس جديد للدولة الجزائرية عن طريق فتح نقاش حول الدستور عام استفتاء عام للدستور حل البرلمان والدهب إلى انتخابات تشريعية جديدة وبهذا يمكن أن نجدد المؤسسات الدولة ويمكن أن نجدد العقد الذي يجمع الجزائريين وقواعد اللعبة السياسية في الجزائر أعتقد أن هذا هو الغاية المنشودة من كل حوارات ومن كل المفاوضات التي ستحدث في الجزائر أستاذ الحاج متفضل بها سيد أمين اليوم ضمان ووضوح المرحلة الانتقالية تقابلها أيضا مطالب دولية تتكرر كل يوم جمعة عمليات توقيف المتظاهرين التحذيرات أيضا التي تتلقها التظاهرات والنداءات ضمانات المرحلة الانتقالية تأتي أيضا في هذا السياق ودور المؤسسة العسكرية أو المخاوف التي تضاعف أيضا للمتظاهرين وأحزاب المعارضة لم أفهمك سيدي لم أفهمك هل اليوم توقيف متظاهرين في هذه التظاهرات التي حصلت اليوم في عدد من المدن الجزائرية قد يؤخر أي دعوة إلى الحوار وإضافة إلى ما تفضل به السيد أمين شوف سيدي لا يجب أن يتأخر الحوار وقد كان نحن في مطلبنا في جبهة المستقبل منذ البداية هو أننا نبتعد في إطار الانتخابات عن الآلة الكلاسيكية التي كانت تستعمل لتزوير الانتخابات وأن نذهب إلى سلطة أو إلى هيئة حقيقية هذه الهيئة تتحمل مسؤولية تنظيم الانتخابات وليست المراقبة تنظيم الانتخابات منذ بدايتها إلى غاية الإعلان عن النتائج النهائية وأن نبتعد كل البعد عن الآلة الكلاسيكية القادمة هذا ما كان مطلبنا وهذا ما هو مطلبنا اليوم لنذهب في إطار حوار اليوم نذهب إلى ترسيم هذه الهيئة وفق شروط طبعا هذه الشروط يمليها المجتمع المدني تمليها الطبقة السياسية تمليها الأحزاب السياسية في إطار حوار وطني جاد وهادف ومتكامل ومن هنا نستطيع أن نضمن لهذا الشعب كيف يسترجع السلطة إليه أما ما تتحدث عنه من ما يحدث في المظاهرات فيا سيدي نحن نعتبر نحن نعتبر أن هذه المظاهرات أو هذا الخروج السلمي للشعب الجزائري أنا أعتقد أننا أن الشعب الجزائري أعطى مثالا عالميا للمسيرات السلمية أعطى مثالا راسخا وسيبقى للعالم أن الشعب الجزائري عظيم وأنه لهذه المدة التي تجاوزت أربعة أشهر يعني ما زال يحافظ على سلميته وأما ما يحدث هنا وهناك لوجود تجاوزات فنحن نعتقد أن هذه قطرة قطرة ماء في بحر لا تكدر لا تكدر المسيرات السلمية للشعب الجزائري ويجب علينا كشعب جزائري أن نحافظ على السلمية ويجب علينا أيضا أن نتفهم أنه من واجبنا أن نذهب جميعا هذا الحراك الموجود أن يبقى جميعا متمسكا بالجزائر وأن نذهب إلى انتخابات رئاسية نضمن أنها لا تزور الشعب هو الضامن الأكبر كي لا تزور الانتخابات مستقبلا وهذه هي قناعتنا سواء قناعتي أو قناعتنا في جبهة المستقبل وهو أن نذهب في أقرب الأجال إلى انتخابات رئاسية بعد حوار جاد ومثمر تشرف عليه هيئة من خيرة أبناء الجزائريين والجزائريات أستاذ أمين اليوم خطاب الرئيس رئيس بن صالح طالب المحتجين اليوم بالالتزام بالهدوء وبضبط النفس نجاح هذه الجمعة العشرين دونها مطالب إطلاق الذين تم توقيفهم في الأسبوع القليلة الماضية غدا اجتماع المعارضة سيترق إلى هذا الملف وقد يكون حجر عثرة أمام الذهاب أيضا للحوار بالطبع أعتقد أنه سنتطلق لهذه الملف ولكن يجب أن نضعه في موقعه المحدد تتعرف أن منذ شهر ونصف وشهرين بدأت هناك مفاوضات غير مباشرة بين السلطة الفعلية والشعب الجزائري عن طريق كانت بعض القمع في المسيرات التي كانت سلمية من بدايتها إلى نهايتها وكانت فيه اعتقالات أعتقد أنها استراتيجية فشلة اعتمدتها السلطة حتى تبين أنها ما زالت تملك آلة القمع وأنها يمكنها أن تسجن الناس وحتى تذهب إلى مفاوضات من موقع قوة ولكن كل هذه الاستراتيجية فشلت في الحقيقة لأن الشعب الجزائري لم ينقصر الحراك بل بقي موحدا ولم ينقص الزخامه اليوم كان الملايين من الجزائريين خرجوا خرجوا في شوارع وفي المدن الجزائرية حتى يحرروا الشعب كان يقول الشعارة الرئيسية التي كانت وهي أن تتحررت الأرض منذ 22 الآن حالة وقت تحرير الشعب الجزائري هذه من جهة من جهة ثانية أعتقد أن السلطة باعتمادها هذه الاستراتيجية هي كانت تعرف أنها ستذهب إلى مفاوضات عاجلا ومآجلا وكان عليها أن تبدو في موقع قوة ولكن للأسف فشلت هذه الاستراتيجية أكيد على مستوى الندوة التي ستنظم غدا بين أحزاب المعارضة سيتم النقاش أو التحدث عن المعتقلين السياسيين اليوم في الجزائر ومن مصلحة السلطة ومن مصلحة الجزائر أن يتم إطلاق صراحهم حتى نهدئ الأوضاع وحتى نضمن أن يلتحق بالحوار إن كانت تريد السلطة حقيقة أن ينجح الحوار أن تضمن أن العدد الأكبر من الجزائرين يلتحقون بهذا الحوار من طبقة سياسية وفعيلين في المجتمع المدني وإن تعنتت فذلك أكيد سيكون عائقا أمام الحوار لكل الأحزاب التي ترفض أن تكون هناك اعتقالات التي ترفض أن يكون هناك قمع للحريات فنحن الآن العملية السياسية في الجزائر بدأت بدأت بطريقة غير مباشرة سنتوجه تدريجيا نحو المفاوضات المباشرة وهذا ما نتمنى لأنه في النهاية ما عندناش خيار آخر إما نروح للصراع المباشر الذي هو ليس من مصلحة أي أحد في الجزائر ولا جزائر اليوم يتمنى أن يروح للصراع ومن جهة أخرى يجب علينا أن نتحدث فيما بيننا كجزائريين حول طاولة واحدة ولكن بشرط أن يكون هذا الحوار جدي حقيقة حتى نساعد على هذا النظام على الرحيل ستعرف أن في الجزائر نظام سياسي لكان قائم ونظام بودفليقة أهضر العديد من الفرص على الجزائر والجزائريين فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن نسمح أن يتجدد مجددا النظام السابق أو يعيد بعث النفس بطرق أخرى وبوجوه أخرى يجب أن تكون الجزائر حرة ديمقراطية يجب أن نبني نظام ديمقراطي صحيح يجب أن نبني دولة قانون حقيقية وهذا لا يمكنه أن يتم إلا عن طريق مفاوضات حتى نساعد ما تبقى من السلطة أن تذهب وترحل وتترك الجزائرين وشأنهم يديرون أمرهم العام في إطار دولة القانون اللافت أيضا سيد الحاج بكل ما تفضل به أستاذ أمين كل مطالب المعارضة على السلطات أيضا الإعلان عن إجراءات ملموسة للتهدئة على الأرض بعد تظاهرات اليوم ما ننتظره أيضا من اجتماع أحزاب المعارضة غدا كيف يمكن تثبيت هذه التهدئة والتي جاءت أيضا ضمن خطاب الرئيس بالنسبة لنا أو قناعاتنا هي الإسراع الإسراع في فتح قنوات الحوار الإسراع في تنصيب لجنة تتوافق عليها الطابقة السياسية والأطراف الفاعلة في الحوار هذه اللجنة إذا جاءت من شخصيات معروفة وذات باع وذات صيت على مستوى التحسيل السياسي والعلمي والتاريخي والشخصي ولها كاريزما يمكنها إدارة الحوار والذهاب المتحاورين جميعا إلى فضاء للتفاهم من أجل الذهاب في أسرع الأجل الانتخابات الرئاسية سيدي الفاضل لا يوجد لنا حلول كثيرة اليوم هذا هو المخرج الوحيد وفقط ما نناشده هو عدم المزايدات فكلنا ننخرط في العملية السياسية من أجل الذهاب إلى ثقافة جمهورية ثانية الجمهورية التي يكون مولاها وصاحبها هو الشعب الجزائري عن طريق الانتخابات والانتخابات فقط وهذا ما يرضى به الشعب الجزائري وهذا ما يجب أيضا أن ترضى به الساحة السياسية فأنا أعتقد أن الآن الواجب علينا هو أن ننخرط جميعا في الحوار وأن لا نكثر من المزايدات يعني كل المزايدات كل الأفكار نضمها في إطار الهيئة الوطنية للحوار هذه الاختراحات وكل الاختراحات إذا اجتمعت وكانت بنية صادقة وبإرادة وطنية صالحة أنا أعتقد أننا ستصنع المفاجأة وأنا متيقن أن الهيئة التي ستتحمل إدارة الحوار تعرف مسؤوليتها التاريخية جيدا وأنا متيقن أيضا أن الزملاء في الساحة السياسية سوف يدركون وسوف ندرك جميعا أنه أصبح واجبا علينا أن نتحمل مسؤوليتنا التاريخية وكيف نذهب إلى انتخابات رئاسية حقيقية وأن نتفهم جيدا ما يطلبه الشارع الجزائري نتفهم جيدا أن الشارع الجزائري يريد الذهاب إلى انتخابات يكون هو صاحبها ويبتعد ابتعادا كليا على الممارسات الإدارية التي كانت تسير بطريقة عنجهية بطريقة شوفينية بطريقة شخصنية في المراحل السابقة يجب أن نبتعد وأن نذهب إلى الشرعية الشعبية أن نبتعد عن كل الشرعيات ونعود إلى الشرعية الشعبية وفي ذلك فليتنافس المتنافسون نتنافس وفق البرامج نتنافس لنرضي الشعب الجزائري ولا نرضي الأشخاص ولا نرضي الأطراف يجب لنا جميعا أن نتغير ومن تغيرنا جميعا يتغير النظام ويتغير كل شيء وتنطرق الجزائر إن شاء الله إلى بر آمن في كل المجالات وهذا هو ما يناشده الشعب الجزائري سيدي الكريم الحاج بلغوثي القيادي في جبهة المستقبل وأيضا قيادي في حزب جيل جديد أمين عريب كنتم معنا مباشرة من سوديوهاتنا في العاصمة الجزائر شكرا جزيلا لكم